لليوم الخامس على التوالي وما زال التصعيد مستمرا على محاور ريف حلب الغربي قصف مدفعي وبراجمات الصواريخ مصدره نظام يطال المناطق المدنية والعسكرية على حد سواء أبرز المناطق التي ما زال يتم استدفعها حتى الآن هي قرية كفر تعال التي شهدت مع الساعات الأولى لهذا التصعيد مقتل طفلين إضافة إلى عدد من الإصابات إضافة إلى قرية كفر عمة والقصر في محيط الأتارب ومحيط تقاد بريف حلب الغربي وصولا حتى مكلبيس وبلنتا في أقصى شمال ريف حلب الغربي غرفة عمليات الفتح المبين لليوم الثاني على التوالي تواصل ردها على ما تقول على مواقع قصف النظام والقوات الإيرانية لريف حلب الغربي استهدفت أربع مواقع حتى الآن تتواجد بها مرابض مدفعية وراجمات صواريخ نستضيف هنا أحد قياديي غرفة عمليات الفتح المبين السيد آدم أبو تيم للحديث أكثر حول هذا التصعيد وماهيته السيد آدم أهلا بك إلى أين وصل التصعيد في ريف حلب الغربي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أن قامت عصابات الإجرام من ميليشيات النظام والميليشيات الإيرانية بحملة قصف مكثفة استهدفت غالب قرى وبلدات ريف حلب الغربي قمنا نحن أخوانكم مجاهدون في غرفة عمليات الفتح المبين بشكل مباشر باستهداف مواقع العدو بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ بالإضافة إلى صواريخ الزؤام والكتيوشة ردا على قصف أهلنا المدنيين وتمكننا من ضرب عدة أهداف حساسة للعدو وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفه سيد آدم اليوم الحديث هو ما هو طبيعة هذا التصعيد هل هو إرهاص لعملية عسكرية أم أنه فقط في إطار عملية تصعيد بالقصف طبعا بالنسبة لقصف الميليشيات هو قصف اعتيادي يزداد كل فترة وخاصة بعد العمليات النوعية التي نقوم بها أو يقوم بها أخوانكم المجاهدون في غرفة عمليات الفتح المبين وأخيرها كان تدمير خزان حير دركل الذي ساعد الميليشيات جاهدة للسيطرة على الخزان لنصب قاعدة ميمدال واستهداف أغلب القرى الرئيسية فقام أخوانكم المجاهدون بعملية نوعية تمام خلالها نصف الخزان وتثبيت رباط في منطقة الخزان وتم القضاء على أحلام النظام في السيطرة على هذه التلة لضرب واستهداف الطرق الرئيسية وإخواننا المدنيين القاطنين في تلك المنطقة سيد أذم طبيعة القوات التي تقوم بالقصف من جهة النظام هل هي قوات إيرانية على ما تقوله في تعملات الفتح المبين خلال بي الأخير هل هي قوات تابعة للنظام طبيعة القوات الموجودة في ريف حلب الغربي طبعا تتنوع القوات المتواجدة لدى العدو ما بين ميليشيات للنظام بالإضافة إلى ميليشيات إيرانية ومرتزقة روس بالإضافة إلى ميليشيات حزب الله هل ما زال حتى الآن تصعيد مستمر؟ هل ما زال غرفة عمليات الفتح المبين تستهدف؟ طبعا التصعيد زادت وطيرته منذ حوالي ثلاثة أيام ولا يزال ونحن أخوانكم في غرفة عمليات الفتح المبين نقوم بالرد مباشرة على مصادر النيران على مدار الساعة نعم نشكر السيد أدم أبو تيم قيادي في غرفة عمليات الفتح المبين على هذا التوضيح إذن حتى الآن ما زال التصعيد مستمرا على محاور ريف حلب الغربي نسمع حتى القصف المستمر على مناطق وقرى حلب الغربي كفر تعال وكفر عمي وغيرها إضافة إلى تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب ريف حلب الغربي